حرص الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنتوني جوتيريش على التقاط صورة تذكارية جماعية للشباب المتطوع والمنظم لفعاليات قمة المناخ كما منحت سكرتارية الأمم المتحدة الشباب المشارك في تنظيم قمة المناخ شهدات تقدير تكريما لهم على دورهم الفاعل في نجاح المؤتمر وتطوع قرابة ألفين شاب شاركوا في تنظيم مؤتمر المناخ كوب 27 والذي استضفته مصر في مدينة السلام شرم الشيخ وقومهم الأساسي من الشباب المصري من أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب الجامعات شباب متطوع من مختلف الوزرات هذا بالإضافة إلى عدد من الشباب المشاركين من مختلف الجنسيات في تنظيم المؤتمر كما تعاون عدد من منظم المؤتمر مع سكرتارية الأمم المتحدة في تنظيم الفاعليات في المنطقة الزرقاء ترجمة نانسي قنقر